ومحطتنا اليوم كتير مهمة نور أكيد اليوم عنا محطة مهمة رح نحكي فيها عن الملهمات اليوم لازم تشتغلي يمكن على لغتك على شغلك على حياتك الشخصية كل شي بخصك كأمرأة أنت لما تشتغلي عليه من قلب ضمن كل هاي الظروف وهي التحديات والوضع الاقتصادي والمعيشي فأنت ملهمة كل أمرأة السورية اليوم بقلب بيتها عم تتابعنا هي ملهمة أم الشهيد والبت الشهيد زوجة الشهيد أم اليتامة كل أمرأة سورية هي بالنسبة لنا ملهمة لأنه فيها ما يمكن ما فيه بيت سوري إلا ما فيه حكاية وقصة عن أمرأة سورية بنعتزوا بنفتخر فيها ياريت فينا نجمعهم كل هايات ونستضيفهم صحيح نور ويمكن هذا الشي اللي سعت له طبعا حملة ملهمات من خلال بعض نمازج السيدات من سوريا من اختصاصات متنوعة دكتورة الجامعة الدكتورة أيضا المعلمة حتى ست البيت كل حدا فينا هو قادر من مكانه يكون ملهم هذا الإلهام نحن حبينا من خلال هالحملة يوجه فيه رسالة لكل الشباب السوري أنه ما توقف أنت قادر بمساحة صغيرة تعمل شي كبير للمستقبل طبعا رح نحكي عن تفاصيل الحملة أكتر مع ضفنا لليوم وهو الأستاذ محمود الخالد مدير حملة ملهمات أهلا وسهلا فيك أستاذ أكيد تحية كبيرة إلى كل العاملين اليوم بهي الحملة خلي حكي عن هاي الحملة الهدف الأساسي مننا كيف إجت الفكرة مين هي الفئة المستهدفة هيك نعطي بعض التفاصيل لكل الناس اللي عم يتابعونا لما نقول ملهمات يعني هيك بدك تستوقف شوي عند هاي الكلمة صحيح صباح الخير أول شي حملة ملهمات كانت الفكرة مننا هي فكرة نحنا طلعنا فيها أو شفنا نمازج كثير كبيرة فيها هي أنه نحنا نلتقينا بمجموعة من الشابات الانطلاب أو طالبات الجامعة فكنا نحنا عم نشوف معظم هذول الطالبات طموحهم بعد التخرج عم بيكون دائما أنه بدي أشتغل بدي سافر ما في أكثر من هذا الطموح ما عم نلاقي أكثر من هذا الطموح فلما نحنا نحنا بلشنا بهذه الفكرة أن نحنا نسأل إذا عملنا استبيان كتير كبير من مجموعة من طالبات الجامعات ونحنا قررنا نسألهم شو طموحك تكوني بالمستقبل نحنا كانت عم تكون الإجابة صادمة يعني ولا حدا من الناس اللي سألناهن واللي نحنا التقينا معاهم كان جوابا أنه حلمي يكون وزيرا حلمي يكون سيدة أعمال حلمي يكون سفيرة هلا ما رح تكون هلا بهذه الظروف محدة هل تكون مسؤولة اليوم فنحنا لما نحنا راجعنا هاي الإجابات فاكتشفنا أنه بالنسبة لهذه الطالبات ما عندهم القائد والملهم والمؤثر اللي هو يحفزهم لأنهم يصيروا يعملوا شيء لهم لحياتهم لمستقبلا ومن هون طلعت هاي الفكرة أنه نحنا لازم هدول الطالبات بهذا العمر لازم يكون في عندك قائد وملهم ومؤثر يحكي قصته يحكي تجربة نجاحه يحكي التحديات اللي اتعرض له والصعوبات اللي واجهه قبل ما يوصل لهذا المكان طبعا نحنا ما خصصنا مجموعة من القادة المشهورين لأنه اليوم نحنا بدنا كنا نطلع على مجموعة من السيدات اللي صغار بالعمر اللي قدروا يعملوا إنجازات ضمن ظروف الحرب هذا اللي حكيته ببداية المقدمة لما نحكي الملهمة مش بالضرورة مثل ما قلت المشاهير أو حاصلة على شهادة أو هي زو شأن لأنه أحيانا الملهمة بتكون هي ربة منزل تحدث الظروف اليوم لتربي ولادها نما عم نقول عن أزمة حرب وظروف استثنائية وصعبة بس لما نختار هذه النماذج لنحكي قصص النجاح في نوعا ما كمان مسئولية تجاهكم لما أقول أنا حملة ملهمات هي موجهة للشباب والشباب اليوم معزور نوعا ما لأنه ظروف المعيشية والاقتصادية صعبة فبتلاقي بدل ما يدور على الهدف أنه شده يصير صار بدل يدور على فرصة عمل ليقدر يعيش اليوم فلما نقول عن قصص النجاح لسيدات كيف تم اختيارهم يعني كيف تم اختيار هذول السيدات لنحكي عن قصص نجاحهم لأنه سوريا مليئة بقصص النجاح السيدات السوريات خصوصا عشر سنوات من الحرب كان فيه أعتبر أنا إعجاز إنساني اليوم على الصعيد للملهمات السورية السيدة السورية منذ التاريخ يعني منذ قدم التاريخ هي سيدة قائدة صحيح من نوبيا وجر يعني ما يسموهم اليوم نحن لما تم اختيار القادة السيدات نحن فعلا كان في عنا خيارات كتير كبيرة وواسعة وفي عنا أسماء كتير عظيمة ولكن نحن اليوم كان أول معيار لاختيار السيدات القادة هو أول شيء لعمر الصغير لأنه كتير مهم اليوم أني أنا وصل صورة للشباب للشابات السوريات أنه أنت قادرة تعملي شيء بعمر صغير نحن أول فكرة كانت بالنسبة لأنه أول معيار للاختيار كانت بالنسبة لأنه العمر الصغير ثانيا اللي هو تعدد الإنجازات يعني اليوم خريج الجامعة بتخيل أنه فيه عدد كتير كبير من الصبايا اللي تخرجوا من الجامعة ولكن تعدد الإنجازات اللي عملتها بفترة صغيرة هذا كان بالنسبة لأنه كان معيارة من المعايير اللي نحن اخترناها ثالثا واللي هو الأهم أنه كل حدا من هدول السيدات اللي نحن استضفناهم هو تعرض لتحدي كتير صعب بحياتهم يعني على الصعيد الشخصي نحن كان بالنسبة لأن السيدات اللي نحن اخترناهم هن كان في عندهم تحدي كتير صعب بحياتهم يعني أكيد ما رح نسمي بس ولكن جزء كتير كبير منه جزء منهم اللي تزولت وطلقت كم مقصة أو كم سيدة رح تتناول الحملة نحن تناولنا 26 سيدة تمام من مختلف الاختصاصات تلك جزء منهم وبالأحرك كلهم يعني كل حدا منهم كان في عنده قصة صعبة بحياته أكادت أنه يعني تغير مجريات حياته ولكن هو تحدى هذا الظرف اللي مرأ فيه تغلب عليه وقدر يكمل عرفت علي كيف؟ هذا كان أهم المعايير اللي هو نحن كان تم اختياره أنه السيدة اللي نحن عم نختارها هي تعرضت لظرف كتير صعب لتحدي كتير مهم بحياته تمام؟ كان قدرت تتغلب عليه وكملت وصلت للإنجاز اللي هي عملته الحلو بالموضوع أنه نحن يعني شفنا هيك فيديو صغير انتشر على مواقع تواصل اجتماعي كل سيدة عم تحكي كلمة أو جملة وتقول شيء من اختصاصها أنت فيك تعملي هيك كوني أدى أكيد أنت فيك يكوني أدى ويمكن هي أجت قريبة كمان مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة فيمكن الناس فكرتها بالبداية هل هي العلاقة بهاي؟ خلينا نوضح هل هنا علاقة بعض ولا لا؟ الحملة منفصلة عن 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة سيكون لها استمرارية والنماذج اللي حكيت عنها 26 نموذج نماذج مهمة كيف ستنعرض قصصهم؟ سيكون هناك فيديو مثلا لكل سيدة لوحدة أو كيف؟ نحن الحملة هي أصلا نحن عملناها هي بمناسبة 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة القصة بحكاية كل سيدة من ذول السيدات هي رح تنعمل بجلسات حوارية مع طلب مع طلب الغاية مننا اليوم نحن لما أنا بحكي قصة صارت معي أنا رح أكون حقيقي وسادق وقريب من الأشخاص اللي أنا بحكي لهم أكتر ما أكتر ما أني أنا أحكي لهم قصص وروايات نتمنى سجلوهم طبعا وتنزلوهم على صفحة المرأة أنا بدي أتشكر من هذا المكان أكيد أن كل حدا شارك معنا لأنه هو أولا وافق يشاركنا تجربته يعني أنت اليوم كل التجارب اللي صارت معهم هي تجارب شخصية فهي اليوم أول انتصار لألا أنه هي تغلبت يعني تغلبت على خوفها وهي كان ما عندها أبدا أي مشكلة أنه تحكي تجربته شخصية قدام العالم نحن سعيدين أغلب النماذج كانت موجودة على شاشتنا كمان نوجه لهم تحية لكل السيدات وأيضا للدكتورة بارعة طبعا بارعة شقير عميدة كلية الأعلام نوجه لهم كلهم تحية فعلا نحن فخورين فيهم صبية صبية وسيدة سيدة أكيد أن فعلا مشاركتهم كانت كتير مهمة تلك اليوم أنك تحكي شيء شخصي عنك للعالم هو أمر ما نسهل أكيد تحية إلون جميعا وحلو يوم نشوف يعني عرب حملة ملهمات رجل داعم للملهمات كمان هاي لفتة جميلة اليوم خليل نحكي الهدف الأساسي من هاي الحملة بعد ما تخلص يعني نحن عملنا هاي الحملة ملهمات حكينا عن قصص النجاح في خطوة الاستمراء يعني في هدف حاطينه أنه نحن بكل مثلا فعالية أو نشاط نحن نحط هدف معين ونحقه نستمر فيه هو له أثر على أرض الواقع شو هو نحن لما نشرنا أصلا رسالة حملة ملهمات على صفحة الجمعية اللي نحن كان هدفه الخروج بأولا رسالة نسائية سورية أنه نحن موجودين نحن ما نضلع أثر نحن قادرين ناخد الخطوة قادرين ناخد القرار وقادرين ندافع عن قرارنا ونتحمل نتاجه الاستمرارية من هذا الموضوع هي استمرارية للأمانة هي خطة كتير كبيرة نحن اليوم عم نشتغل على نحن اليوم في عنا بسوريا في عنا نقص بالكوادر نقص حتى بالكوادر القيادية خلينا نسميها يعني اليوم فاليوم دائما نحن كان في عنا منظور اللي هو أنه للمرأة وقيادة المرأة للمهام هو دائما في عنده حالة من الهاجس ومن الخوف قبل ما تحط هذا القرار لا لازم يكون هذا القرار من غير تفكير لما لاحلاقي أنا السيدة المناسبة لتأخذ هذا القرار ما فكر وقول أنه بس هي سيدة لح تقدر تأخذ هذا القرار لح تقدر تتحمل هاي المسؤولية لازم يكون هذا القرار من غير تفكير أول ما لاقي سيدة متميزة قادرة تقود هاي المهام هاي المهام أنا فورا فورا أنا أعطيها هاي المهام لازم يكون في عندنا خيارات متعددة خيارات متعددة من جميع الاختصاصات ما يكون بس الجانب الزكوري موجود. صحيح. كمان خلينا نحكي عن فكرة مهمة أستاذ محمود. اليوم مثل محضرتك إليت رح يكون في لقاءات بين الشخصيات الملهمات والطلاب بمدرجات الجامعة وغير أيضا من التفاصيل إذا بتقدر تطلعنا عليها ضمن برنامج الحملة. هلأ نحن كنا صراحة يعني كتخطيط كان قبل مداية الحملة كان المخطط هو كل التجمعات في كل الجامعات. يعني نحن اليوم في جامعة دمشق في عنا أربع تجمعات مز الهندسة الميكانيكية برامكة وبرزة بس في عنا كمان جامعة عشرين جامعة البعث وجامعة حلب كان المفروض يكون كل التجمعات سيكون فيها جلسات ورح يكون فيها من كل المحافظات. كذلك أمر نحن حرصنا باختيار حتى السيدات القادة أنهم يكونوا من كل المحافظات الموجودين بالنسبة لنا بهذه الحملة يعني. مو بس يعني مختصرة على محافظة ومحافظتين. لا كل السيدات الموجودين معنا هنا من كل المحافظات السورية كذلك الأمر. أكيد بالخطام تحية لكل النساء السوريات وتحية لكل الصبايا يمشاركين معك بالحملة سوف نتشكرك أستاذ المحمود خالد مدير حملة ملهمات میتمنى تكون التوفيق بشكل مفصل أكثر عن الخطوات القادمة سوف تكون مستمرة ضمن الحملة شكرا كثيرة للعامل. شكرا لكم شكرا لك أستاذ محمول شكرا لك أستاذ محمول